اخبار تخبيص بالفيفا صايرا ويعني الوافا بق انا بدي الفوتبول وانا بدي فريق بدي قميسة هلا اللي عم يلعب معي الفرنسي وهو عم بيقطع بيسألوا انت مسيحي وانت سنة ومشيحي بس عارف كي بده اقطع عشية المونديال كان لابد من اطلالة فنية واطلالة مميزة على مونديال قطر 2022 ولهالغاية نحن بطبيعة الحال لانه بدنا نحكي فنيات لجأنا للفنان المخضرم بمجال الكرة القدم اللي هو الفنان اسامة الرحباني اهلا وسهلا فيك اهلا فيك محمد تحييتي لانك بداية خلينا نبلش دغرة مونديال قطر 2022 كيف شايفو هلا انا اتمنى النجاح كتير لأول شي هذا اول تنظيم كأس عالم ببلد عربي والخليج ان شاء الله يكون موفقين رغم انو انا شوية عندي هيك تحفظات على فترة المونديالة اللي هي نوعا ما بشتي عنا من نسبة لأقلنا وكأنه بنصف مسابقات ما بعض قديش تحضير الفرق كبير قديش هون مستعدين يمكن مرات صحيح انو باخر الموسم بتكون انت متل السباق الخيل استنفدت كتير من قوتك لكن كمان بتكون قدرت تجربت كل افكارك على جميع الاصعب ان كان تكتيكية او تقنيات او حتى جسدية البنية وممكن مرات واحد بنصاب هالفترة كتير اخير الموسم دايما بس لكن بكون عندك تحضير اطول بكون عندك حوالة ثلاث اسابيع او مرات في بعض الاشخاص شاهر بعض الفرق كمان هون جاي انا بشوف شوية تغيير يعني كان لازم يكون فيه قراءة افضل من البداية لتنظيم الريزنامة اكتر طبع المسابقات انا شفتها شوي مطغوبة ايه بلشنا على السرح تنعمل هونيك وكان فيه تفكير انو نعمل اي سي اصطناعي او مكيفات اصطناعية وهي دا ما انتبهوا انو ايقاع الجسد من جوه ما وحرارته ما بيتأثروا كتير بكل شيء بالخارج ما فيك تزبطهم يعني ما بيزبط انك تعمل ملعب فيه اي سي هو ايقاع جسدك عيش بحرارة تانية او بي يعني ادارة تانية رجعوا نقلوا فرد مرة اللي ما اكتشفوا انو ما بتزبط لتشرين التاني كنون الاول انا بشوفها شوية غريبة هلا ان شاء الله يكون يقطع كل شيء منيح ان شاء الله يكون كل شيء لانو كتار كمية كبيرة ببلد عظيم بس صغير يعني يعتبر جغرافيا ان شاء الله يكون المواصلات منيحة كل التوجيه نتقنل لدولة قطر طبعا ويمكن مش بقولوا عاملين افضل ما يمكن وان شاء الله الفرق تكون على مستوى الحدث لانو انا بشوف الحدث لانو كله بعد مش ممرن مع بعضه مش ممرن ايه اسبوع قبل باسبوع اشتامعت المنتخبات ايه هلأ بلشت تتدرب غير ما قالك عن الفوضى اللي عطام لها الفيفا بالنيشونس كاب والشامب والأورو والأورو ليج يعني الاصلية كاسقوم التحد الأوروبية وفجأ هلأ طلع لنا نيشونس كاب حتى ما يلعبوا وبتوشي اميكال اميكال اخبار تخبيص بالفيفا صايرة يعني يعني الوافا طبعا هاي والفيفا والفيفا بطبيعة الحالة هذا التخبيص يلي عم يكفيه انفانتينو انا بالنسبة لي بشكل سيء للفوتبول يعني انت ضد 48 فريق 200 بالمئة مهزة لي هاي بعد فيه عنطلياس وجلدي وبيت شباب ما بيفوت وبير عباس انت الجد انا شو بيدحك او طريق الجديد او جونة او شو ما بيصير هيك انه هي الاليت للنخبة كل حياتها الفوتبول للنخبة مش للنخبة هي لعبة الفقر واللعبة الشعبية الاولى بالعالم بس انك افضل المنتخبات تطلع تلعب مع بعضها صف بلتة او انطلياس بس ما عنداش فريق فوتبول تطلع تلعب فوتبول انه 48 عندك مجالي فوت وكل الناس فوضى ضغط ربع المشاركة بالفيفا استاذ محمد اذا انا عزمتك على طولة عليها سوشي وعليها كبينية وعليها فويرغ وعليها هامبورجر وعليها تشيكين ناجرز وبيتزا وعليها اكل اسبانيولي وعليها اكل هندي بس خلص شبعت شو هالتخبيص يعني مفيش مستوى بقى بشي وغير انه ما انا احكي انه معمول بثلاث قرات مش بثلاث قرات بثلاث بلدين مخصة بعضا وبعيدة عن بعضا المسافيات كتير يعني نحكي عش ساعات طيران من المكسيك على كندا على نيويورك بتحكي ارقام خيالية بالطيران وبزيادة تحضير بدني مضني ومجهد بالنسبة للناس راح تكون بالمكسيك غير تحضير اللي هونيك يعني كلنا بنعرف شو صار بال86 كلنا بنعرف شو صار بال70 انت بتعرف انه لما بتشوط الطابة بالمكسيك بتعلى كتير لانه الاكسيجين قليل فوق يعني بدك تعرف دوزن اجرك على الطابة والطابة بده كيف ديو عاملوا ولانه الطابة في كل شوطة كانت مرات بتطير بتقول ليه هالأدعم لانه ما فيه اكسيجان بعدين اللي تعرضوله اللعيبة بال86 كان كارثة بالتحضيرات عم نحكي عن بيتر شيلتون خسر أربعة كيلو بأسبوع للعيب فوتبول أربعة كيلو يعني رب واحد منه عضل بشكل مش معقول غير انه تصاب بانه الاسهيل ودزيزيتاتاسيون يعني ما بوجه عندك لكيد بجسمك حرارة عالية كريب كل هالاشياء وهاته ترجع تقلع عن جديد بدك وقت كتير كبير ونحنا بنعرف انه لما تطلع تلعب على هوت ألتيتويد او بنصميع نحنا على ارتفاع ارتفاع عن سطح البحر بشكل عالي كان فيه طريقتين يا بتوصل قبل خمس ساعات قبل على الأوتيل بتروح بس بتمرن بغري بالملعب وبتلعب الماتش لحتى ما تتأثر بالطبق ضغط الجوة او تكتشي قبل خمس ايام لحتى تترك مجلة اللي بيوصقون يرجع يقلع عن جديد يعني فيه تخبيص بالفيفا اللي عم بتصير يعني نحنا من زمان ايام زمان كنا ننبس بالشامبيونز ليج لانه اللي بيربح بيلعب بالشامبيونز ليج اللي بيربح الكاس بيلعب بالكاب وينرز كاب والاخر ثلاثة اربعة بيلعب واليقافة كاب اسمها هلأ بصفاي اربعة اربعة يخني صارت يخني طبعا وما بتخلص وبقش في ايه من الفوتبول يعني الناس بطلت تنبس تصير اه هل فوتبول ليهم تنبس من زمان نحنا كنا ناخد سيارة مع اصحابنا ونطلع ع صب كفية او بيت شباب عم بيحكي عن منطقة المتن وغير من الناس بالمهم بيطلعوا صب الجبل ليه لانه تنلقى التركية وقبروس نقلين لمتوشي ما كنا نقلون تلفزيوناتنا نحنا وما كان في بعض تلفزيونات اللي بتنقل كل الكأس اوروبا كنا نفتش لحشيه كان لعننا حب كان لعننا امل انه بدنا نوصل حتى لو مخربشي الصورة بس ما انا نحضر هلأ صفة 16 ماتش بنفس الوقت ما بتنحق يعني تجارة تجارة استهلاك مع العلم انه بهيدا الاطار قطر فيك تحضر فيها ثلاث مباريات بنفس النهار يعني لانه استادات 8 خمسين دقيقة كله بعيدة ها من المال ومن المال تاني مترو والمترو ش هو اللي شغال عاملينه وانا بس هون بشوف بخاف بس من الضغط السكاني ومن الضغط كيف ممكن العالم بعد ما يطلع ولانه بتفهم التصرف شو حيكون كيف مون عليك الحال لان فوت بين الموضوع الفني انت برازيلي انا برازيلي انت برازيلي كيف لبرازيلي اليوم اول شي انا بدي اقول انو انا بستفقد لمنتخب ايطاليا انو انا اللون الازرق الازوري اللي بحبه اكثر لون عندي بحياتي كله وبن بستفقد لون يعني ما فيك تتاخد روميو بلا جوليات ما فيك تتاخد الكابوليتس بلا المونتيجيو هاي جميل الفوتبول انو يكون هالقميس اللي بتلون لك عينك الصفرة للبرزيل الازرق الازرق وابيد ايطاليا ابيض واسيض المانيا طبعا هولندا القليل من الوقت ما على الاجاكرويف الارانج والابيض الازرق او ازا بدك غير الوين بس هود اللي صفرعو ازا بدك عينك اكيد بعدين الارجنطين ما ازرق والابيض بس فعليا هود اللي عندك بحياتك موجودين كلهم او يمكن الي اورجوي صارت ازرق السماوى بس اقال صارت شوية لان اذا او غيرن اكيد من مرتات الامنس الانجليزي وبعدين الفرنسي بس الفرنسي ايطاليا قلينا اولى التاليان أزرق وأبيض أكتر يعني أنا بستفق لفريق الإيطالي بغض النظر أنه إحنا مرد من أشرس الناس مع بعض بالفتبول بس أنه ناقص شي بحس بالمودي هلأ بتقلي البرازيل أنا من نسبة لها إلي طبعا برازيل أنا من الناس الكتير اللي بيستوعبوا الفريق البرازيلي وبيفهموه كتير وما بيرحموا وما بيرحموا طريق التفكير والفساد بالقلب كمان الموجود بقلب المنطقة مش منطقة بالاتحاد البرازيلي طريقة إدارة الأشياء كيف شايف المنتخب البرازيلي اليوم هل هو مؤهل أنه بالمواطع الموجود عندك باللاعبين الموجودين بحضور نيمار مثل ما هو اليوم شايف أنه عندهم فرصة مهمة أنه يعملوا شيء أول شيء بدي أقول أنه الفريق البرازيلي على الورق هو على الورق وبالأسامة كيف تشوفه فعليا هو من أحسن الفرق من أفضل الفرق لكن الضعف طبعه أنا اللي بشوفه أنا فكر دايما أنا عم نقطة الضعفة غير قبل ما أحكي عن النقطة القوة نقطة الضعف طبعه إنه إحنا حرس المرمى هلأ عنا تخمة إنه نمناح والدفاعيات النص مناح رغم إنه كبر سنه اللي بتعجو سيلفة شوية لكن الضعف الأساسي بالمنطقة ببرازيلي أنا بشوف الهاف باكية اللي هني نشهروا فيهم يعني بالزمنة أشهر اتنين بالعالم يمكن كانوا كافوه روبرتو كارلوس وللعلم إنه كافوه هو الوحيد بالتاريخ اللي لعب تلات نهائيات لكأس العالم ربح اتنين منهم وهي ما صعب تصير بالتاريخ كله عربعة وتسعين دخل بالديق وواحدة وعشرين كفل ماتش كله ساعة ونصب وزيد نص ساعة هو البانالتي وما إنه مشهض بس إنه كان موجود وبتمنى وتسعين كمان كان هو موجود بالفينال وبتمنى ألفان واتنين كان هو الكابتن وربح أربعة بعضهم نعم طبعا ببسير بس مش وراء بعضهم هو لعب بأربعة وأكيد رونالدو كان موجود بالتلاتة كمان بس الأولى ما لعبها وهي غالق خطأ برازيلي هذا بخل من عند الانداربين إذن روبرتو كارلوس منتين هميل بعدين برجى عندك دانيل ألفس بعزه مش مثل اليوم رغم إنه اليوم خبرته أنا بشوفها حسب وين بيلعبوا عنده شراسة الهرق الإسبانيولي مش البرتوكازي وهي الشغل الفرق بين البرزيل وبين كل أمريكا الجنوبية الهرق الإسباني بقلب بقلب أمريكا الجنوبية شيرس شيرس حامي يعني بالملعب البرتوكازي دايما رايق والمشكل قريب منه دانيل ألفس عنده وهي شغلة ضرورية للمنطق شراسي أنا هون بقول إنه لأنه هوا موجودين بها الطريقة عندك أليكساندرو عندك دانيل ألفس عندك دانيل ألفس كتاني عندك دانيلو هوا دفعية اليوفي اللي هو يعتبر أحد أهم الأندي بالعالم بالدفاع صح أنا بتصور هون لازم تيتة أو تيتشة متل ما بعيد طوله بالبرازيل يعرف يستغلى عيبته اللي عنده يعملونه أفضل ما يمكن نحن يمكن هاي أكتر مرة عنا كمية هجوم مناح مانون رونالدو ما حد رح يجي على مثل الزاهرة يعني الفينومنو ما حد رح يجي مثل الفينومنو أو ماريو بس عندك كمية وعندك ألتونيتيف عندك عدة خيارات كبيرة عندك كمية كبيرة أنا بشوف أنه أنه يلعبوا بأنه يعملوا نوع من الحماية للفريق من ورا بيكون أفضل من أضوه نازل طالع نازل لا هيك ساعدة فيك تحط ثلاثة هجوم ونيمار تسقطه رقم عشرة أنا بالنسبة لأيلي نيمار أكتر حدا ممكن يسيب الجورة وأنه أنا ما بحب كاركتير نيمار أبدا حدا غنوج حدا مغرور حدا قليل خاصية مصر لو مدرب يربي مظبوط هلأ السنة في أنه رح يفوت منك الشي عم بيبدع بالPSG كان عم بيسجل أهداف أو كان عم بيرقد بالملعب عم نحكي تاني واحد بالفريقان بتلاقيه راكد عنده يعني عم بيطال 11 كيلومتر بالماتش والأسس طبعا كتير عالي إن شاء الله يكون عنده هالوعي ويقيد البرازيل بهالمرة بهالشي وينشيل الأنانية شوي بعدين أنا بالنسبة أنه تسقطه كرقم عشرة مضبوط يعني تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بس بطريقة مختلفة نوعا ما أو أربعة اتنين واحد ثلاثة ولكلورات أو الزوريب خلينا قول اللي بيسكرة هو من ميلة الشمال فينيسيوس لورها متما بيلعب عليها بيسقط لورها تدير ونفس الشي يا أنتوني يا رافينيا ميلة شو اسمه وتستعمل ريتشارليسون اللي هو عنده بيسير عم تلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد مبعوض في عندك المجال كتير تنزل يعني تكشف والخصم والخصم بلاقي صعوب طبعا هلأ المشكلة اللي ضعيفة أنا كمان بلاقيها هي أنه صحيح كاسيميرو بيحبوه كتير بالريال كان وأنا غلطة بشوفه انتقال كل لعيبة لبرزيل قبل الموديال بشهرين راحوا وما تسلطنوا بعض بالنوادي تبعهم ممكن هلأ الوحيد زبط شوي كاسيميرو رغم أنه الدورة الإنجليزية سريع عليه ما بيلعب طابة الدورة الإنجليزية بس دورة الإنجليزية معروف عنده بالكيك أندرش يعني بيكب الطابة وبيستعملوا الروس وبعدين تغرب يزبطوا اللعبة قدامه وطيه هجمه بس تسنق فرق مثل أرسنال مثل سيتي اللي هو عظيم مع جوارديولا ومان يونايتد القديم مش هلأ بعضه مش عم بيلاقي حاله وبعد الفرق اللي بتلعب وليفربول بيلعبوا طابة طابة على الأرض صاروا مختلفين عن القديم أنا بشوف أنه كاسيميرو هو نقطة قداش كان أحلى لعيب بالريال أما ينتقر على مان يونايتد ما بعرف هون وضعه كيف ومين حده حده أنا فرد ما بشوفه العيب منيح للصراحة فرد مفركش بحاله الكنترول طبعه ضايع دايما بيخسر الطابة ما بيفتح كتير طابات مني كتير مرتاح لفكرة فرد بوجوده حده وعندك لوكاس باكيتا يلي هو منيح بس مش متقلق وممكن ممكن إذا شي إذا بترعب هالطريقة أنك تحط فابينيو وكاسمير وحتبانه تتأمن وسطك بس كمان بتكون قطاشت ما يسمى الكرياتيفتي الخلق إلا تعتمده على نيمار وعلى اللعيب الأربع لقدام رح يعملوا كل شي من هيك أنا بشوف أنه ما بتكب نيمار على الشمال مثل ما بيعملوا دايما بخلي فينيسيوس عندي حدا تاني كمان جابريال مارتينالي عندك بالنص الأساسي في يقول أنه أنا بستعمل رودريجو مثلا محل إذا بديش فينيسيوس وبحط نيمار على الشمال في حط رودريجو شوال لأنه رودريجو عنده زكا يخلق يعني كأنه يلعب نيمار روديس مرات أو رقم عشرة طيب بحسب القرعة شايف أنه بيوصلوا عندهم إمكانيين خلينا نقول أنه المونديو المقصوم بين أول أربعة مجموعات والتاني التاني أصعب بكتير كله نحي يخبطوا ببعض منيح يعني الصعب ينط الحدلة هوني يعني عندك طريق فرنسا سهلي طريق إنجلترا سهلي طريق هولندا سهلي كل الفرق الكتبير كتير طبش بعضها بمطرح تاني وبرازيل من أصعب المجموعات عفو اللي يعرف كتير برغم إنه فينا يقول إسبانيا وإلمانيا كأهم فريقين مع بعض من أهم أربع خمس فرق عم يلابدوا بعضهم بأول مجموعة بأول مش بأول مجموعة بمجموعتهم يعني الوحيدين في فريقين كلاش عندهم وعندك الفريق الياباني دايما بتجهله أنت لعساس ممكن يكون أحسن من أحسن الفرق وظهر بالغلط مع بلجيكا وقت كان ربحين اثنين واحد بالغلط فات القول طبع بلجيكا يعني لوب بالراس بعيدة يعني كتير هيك إنه ما بتعرف كيف فاتت وقلب الماش آخر ديقة أما كوستاريكا بشوف أنا عادية بس هونيك عندك برازيل وعندك هالميلي عندك بورتوغال وعندك إسبانيا ألمانيا التانية عيج أكتر بخبطة بعض أكتر بس الطرق هونيك فرنسا مجموعتها هيني فعليا إنجلترا كتير هيني مجموعتها مبدئيا ما بعرف كيف إنه ممكن يصير المونديال أنا بالنسبة للمونديال الروسي راح رخيص راح رخيص بأخطاء كتير من الكل أول خطأ كان اللي هو اللي هو كان ندرب يعني قديش أنت نفسيا أشطت الفريق وما بقى في ثقة بين اللي ندرب التانية فجأة اكتشف إنه راح يصير مسؤول يعني شغلية بتخبس بعدين الطرق كيف راح الفرق وقشطت ومدر وصل للفريقين الفرنسا والكرواتي من هالفرق اللي فعليا هيني كانوا بيقدر يكون يعني أنا شوف بعد البرازيل في عنا الارجنتين اللي هني مرشحين جدا نمكن لأنه ومسي طبعا لأنه هلأ كأنه قدروا بعد كل هالعمر يفهموا ومسي ويتفهموا مع بعضهم وهون فيك تشوف إنه قديش المنتخب بالارجنتيني مع كترته وقوطه وصرعته باللعب بدك تشوف الحلول إذا أنت بتكتر لهم بالنص عندهم مشكلة ارجنتين تاريخية إذا بتكتر لعيبتك بالنص أو بتعملهم عجقة أو بتسكر منيح الدفاع ما بيليقوا حلول تاني هم بكتعتم يتساعدها على تكنيك أو التقنيات الرائعة اللي ممكن يعمل لك يا ميسي مبعف ميسي قديش وبعده مثل قبل هو عظيم بكل شي رائع من أهم على لعيب بتاريخ القرى من أهم يعني خمسة خليقا نعتبر لأنه بنهاية بيختلفوا الناس كليوحد بالقرى مبعف قداش بيقدر يكون عنده هالإكتش بس المقامل عندك لعيب كتير وبيصيبوا منيح القول كاندي ماريا أو لو تارو مارتيناز وغيرهم كتير فريق كبير وعنده كمية كبيرة من اللعيبة اللي بتقدر تخلق بلحظة وبعده عندهم السرعة وبتصور صاروا يفهموا مظبوطة هي أهم نقطة أنك تفهموا لماسي ويفهموا مع بعض ويريحوا يعني ما شاء الله ميسي قداش عنده فرص بكل ماتش هاي شغلة مش مهينة يعني هون بتعرف أهم من بعد الأرجنتين راح نروح ع فرنسا حامل الله بدي أقول أنه أرجنتين مجموعتها منيحة مناش صعب يعني لازم يسعب التاني بيشوف المشكلة بين مكسيك وبين بولونيا والمكسيك اللي بيلفط النظر أنه فريقهم مجملوا لعبتهم من المكسيك وهيدا أنا بمبسط منه ليه بيفاجئ اللاعي يعني ما عندك دراسة أو احتكاك معهم تتعرف كيف بيلعبوا مظبوط ممكن يفاجئوك بالملعب ويعملوا أشياء ورغم أنه عندهم الحماس الكبير لأنهم إسبان بالنهاية عرق إسبان مش متوقع يعملوا شيء سعودي بتمنى بتمنى لأنه اللي عملوا بال94 كان فضيع هلأ السنة مع رينار عم يطلع كتير منيحة وبعدين بدي لك شغلة انتبحت على شغلة أنه تحضيرهم جيد كان من ناحية لو خسروا مع كولومبيا أو إيكواد ويطلعوا مع فرق تلعب فتبول وهي شغلة جيدة من أنك تلعب بآسيا هاي شغلة منيحة بتمنى إذا بدي أنا حدد يعني مثلا الأرجنتين مثلا مع مع حدا تاني في يقول أنه بتمنى السعودية تكون هي بس أنا أنا بشوف يمكن الصراع رح يكون من مكسيك وبولونيا طيب وبالنسبة لحامل اللقاء بفرنسا طريقه هاي فرنسا طريقة هاي وفريقهم كمية لعيبة بكل مركز مش معقول قدش عندهم لعيبة بس عندهم مصابين كتير طبعا بس بيضال عندهم لعيبة منيح بس كمان بدك تشوف الصراع من بابي وبنزما يعني يعني من بابي عقله صغير لو ولد أنه عنده أنا بشوف وبيلعب كتير ميح بس عنده غروب بكير كتير يعني ما حدا عنده بهالعمر هيك مثله هو بيلعب منيح وكتير عظيم بس أنه حتى وقت ربح بنزما مثلا السنة بالبالوندور بتشوف كيف هو مات هنيته كتير فاتر وحسب أنه لازم يربح وانه بنزما عمل ما بين عمل السنة وكل الناس نطرته أنه يربحها على فكرة أنا اخترته من ضمن لأنه أنا بنتخب بلبنان أنا ممراسي الفرنس في البول مراف يعني طبعا مش غلط أنه بتحس أنه هوني كان داها العلاقة ممكن تنعكس بمنتخب الفرنس كما أنه بشوف أنه ديشام أنه هالمدرب وعالأرض كيف أنه ما بعرف قديش ممكن أنا بشوف سهولة بتساعدني على الطريق يضبط فريق أكتر يعني ما عندهم مجموعة صعبة ما عندهم مجموعة الدنمارك وعندهم الدنمارك غلبتهم هلأ من فترة مش كتير مرتين غلبتهم هلأ يعني شهرين ثلاثة تتصور يعني ديشاب يعرفوا بعضون بس بدك تشوف لحظة الدنمارك دي ممكن تكون على الأرض وقوية وقد دي الفرنسيوين تكونوا بالبيك تبعهم وقد دي يقدروا يلعبوا الفوتبول اللي هني يقدروا يلعبوا حاليا اللي كانوا يلعبوا أنا منشوف أنه بيضال عندها قوة فرنسيوين ما نحكي عندها فون عندها أساسات قوية بالفوتبول تبعهم بيضال فيهم يقطعوا كتير كبيرة عنده دي سيبلين عنده انضباط وعنده تنظيم وعنده من وقت ما إيجا جوارديول على البايورن فشرحنوا الفوتبول الجديد الفوتبول وتبنته تبنيه بايورن وهذا إحدى أسباب انعكاس فوزهم بال 2014 بالبرازيل وهالفوتبول علفوا ينفزوا وأيضا متل ما بيقول مولير أنه ما عنا نجوم بالفريق عنا فريق كل اللي عندهم الجهد للآخر وتنظيم رغم بطء الدفاع تابعهم اللي معروفين عنه نوعا ما مش هلقد يعني نوعا ما بس سيستام تابعهم بيخلق بيدافع كله مختلف تمام على الكل ديما فريق الماني بيخلق فرص بشكل كتير كبير بتقول انت مش معقول تخلص منه 28 مرات فرصة 20 فرصة كتير بماتش انك تخلق هالقد ولعيبة باين ممكن موسيالة او جمال موسيالة ايه جمال موسيالة ايه وبعدين عندك جنابري وعندك كمان عندك كل اللعيب اللي عم يلعبوا حاليا خمسة او ست لعيبة سبعة او ست وعم يلعبوا دايما وكمش اللي بيلقى ورا ما بعرف بعض اللعيب اللي بطلوا موجودين بس في يقلك انه عندهم فريق عنده قوة كتير كبيرة اللي علاقة عالفون ديوجو تبعهم اللي تغير ما في شك من الفين وست كلينزمان علا فكرة الكمباتيفيتي او الاتال بشكل كتير كبير بالملعب السرعة متى ممكن يلعب عمل لون ايه لها ولا ما ناجحت معهم كتير لانو وخسروا مع ايطاليا بالدومي فينال وقتها بتذكر باردن ولكن من وقتها كفة فيها خسر كيس اوروبا رجع خسر كيس العالم دومي فينال رجع ربح كيس العالم يعني كان عنده عطول وجود وعرف يشتغل بهالطريقة هلا كيف انا بلاي الفريق المانيا هل عنده مشاكل بس المانيا يعني التاني او طالت فريق من احلى الفريق يعني ما بقى تحبه من لا من ايام خلينيقول فان باستن ايام رينوس ريتشولز وروت جولت وهيك لانه بحب الفريق اللي بيلعب فتبول الهولندا التوتال فتبول اللي هني طوروا الفتبول اللي هني غيروا لنا انا بالنسبة لالي كرويف اهم من درب بالتاريخ واهم شخصية بالملعب واللي ما سنالو يحضر الكوب ديموند لأربعة وسبعين يروح يرجع يشوف كيف كرويف بييد الفريق يعني بحش شو انو اعطيني الطابة لهون انت روح لهون هيك بيلعب الملعب هيك بيلعب مع الكل كان هلقد المستوى عالي فكره هلقد كان متنور ومختلف تماما هلقد كان رؤية وي بالفوتبول هلقد كان عنده سهولة الفوتبول كرويف اللي عملنا ايه بالحياة انتو تفرجوا على برشا وتنبسطوا فيه برشا هو وليدة حدا اسمه يوهان كرويف قبل يوهان كرويف ما كان البرشا هيك كان البرشا من ابشع الفرق اللي عبو فوتبول عفو يعني ستيل باسكي عشوي اوكي تكسير وقتيل ومدر دون الفوتبول الحلو لمن ايجا يوهان كرويف ناقل كل هالفوتبول وعمله عمل هالسيستام وكافه فيه منه تأثر وفيه كلهم وإلى آخر جميع تأخر فيه طبعا انا بشوف انه هولندا صايرة عم تلعب قتل يعني تكسير وفرق وعضلات يعني بتمنى انه يرجعوا لستيل الالماني القديم اللي هو الحضور البدني يعني لابدك الالمان منظمين طريقة هولندي بلعبوا احلى بس الالمان بيعطوك نتيجة احلى لانه بلعبوا وسطيل لن طور لن جوارديول بطريقة مع البايورن البايورن نقلوا على الفريق عرفهم يواكي ملاوف لمن ايجا شاف انه كثير من يحس يستمر عمين عمين بايورن الجرى بيطبقوا مع المانيا من نفس اللاعب الستة او سبعة كانوا وروعة كان هيك مكفل فريق يعني وبايورن صار عندهم سهولة السرعة والتقنيات وهيك ما بعرف الهولندي انا بنسبق لي كيونش اللاعبين بيعتمدوا على القول البدنية صاروا اكتر من الفنيات مرات بيجيك ماتش روعة مثل غلب المانيا هلأ من سنتين اربعة اتنين دخلك بس من من ناهية بس بش هذا الفريق الهولندي اللي انا بطمح شوفه المنتخبات العربية بتعتقد رح تحقق شي يعني حكينا عن السعودية هلأ بحكي اكتر السعودية خلينا بلش ايران السعودية و ايران مش عربية يعني فعليا خلينا من المنتخبات أسيوية نحن عربية تونس ومغرب وقطر انا اول شي بدي اقول انه بالنسبة لقلنا نتمنى على الجميع الفرق العربية انه نكون موفقين وينعبوا الفضول من قلبهم حتى ننبسط شوي وسلجولنا قلوبنا شوي بالنتايج هلأ انا اتصور رح عمل تحليل وصف واقع الاكتر اتصالا بالكرة الاوروبية واكتر الناس عم يلعبوا باوروبا هنه المغاربة ازا مش غلطان انا بشوف مغرب عنده فريق دايما بالكأس العالم عنده فلير فضيع وعنده شراسة وعنده لعب مختلف تماما عن غيره ومجموعته عندي شعور انه ممكن يعمل شي ممكن يقطع على الدور التانية ممكن والغريب يعني مش يبين حدا على شعلوا من داربين من فترة واعتمدوا عن تونس ان شاء الله يكون من ورا صحبة برازيل خمسة واحد يقدروا يجلسوا طبعا عنده لعيب كتير باوروبا وتونس من اول الناس اللي رفعونا راسنا بالمونديال يعني سفر سفر مع المانيا ثلاثة واحد مع المكسيك وخصروا اثنين سفر مع بولونيا واتمنى انه كانت هني يوصلوا وكان عندهم مدرب احسن شيطالي من احسن المدربين فهما وكل شي ولعيب من طارق دياب وتميم وكان عندهم كتير لعيبة بالنسبة لقلنا عظيمين يعني بالنسبة لقلي بشوف انه التوينس يعني بتمنى يكونوا يقدروا يزبطوا شوي راجلجوا انا عم الماتش القصارة الكبيرة من شهرين شهرون والشهرين المغرب انا بشوف شوي يمكن هلأ مسلطنة اكتر او راقطة بعضة اكتر بالنسبة لمنتخب السعودي انا بشوف انه تحضيره جيد عنده يعني عنده نوع من القوة انه يقدر يضاين بس بدك يعني حرام انه نبلش اول ماتش مع اقوى فريق استعداد بدك ما تنجر للسرعة الارجنتيني بدك انك انت تسيطر على الماتش بالوقت يعني هلأ برفع السرعة هلأ ببطق لون يالأ بيق لون الماتش كتير مهم كيف تلعب على النفسية تبع اللعيبة انك تبيق الماتش انك انت تقود الماتش بتوقيت تبعه بالمومنتم تبعه يكون عزيم قطر قطر ما بعرف اذا كنت بوافق الفكرة انه ما يلعب اللعيبة بالدورة وما يحتكوا كل يوم وقضوها كل وقت تمارين 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 ويلعب وانطوش تأميكال انا ما بعرف ما كتير بحبز هالأفكار هاي ما بحبزها اسألهم تقريبا خمس سنين او اربع سنين مع المدرب ذاته يعني اسباني اه طبعا مارتيناز لا مارتيناز تبع بلجيك ما بعرف اذا هالشي يعني في مطرح اذا عم تقرأ اللعيبة عندك 13 لعيب من السد وان 11 لعيب الفريق وفي 12 لعيب من الهلال بالسعودية يعني يعني فهمت الفكرة انه هالقدة انه ومتركين انه عم يلعبوا بالنوادي انه عم يلعبوا ما بعرف شو رح تيجي التأثير تبعهم ما في شك عندهم معتاز فظيع وعندهم لعيبة كثير مناح وبيسيبوا الجول وكذا انا بالنسبة للي القطري اذا توفقوا متل ما توفقوا بامريكا جنوبية كانوا بالمومنتوم تبعهم بيقدروا يعملوا شي بس هل انا اتصوري كان هونيك المومنتوم هلأ كانوا نزل شوي مثل الانجليز انا الانجليز بالنسبة للي هلأ منو بالمومنتوم تبعهم منو بالقمة تبعهم هن ضايعين ساوزجيت منو هالشخصية الكبيرة كتدريب يعني بتجوزوا بنتك ساوزجيت كيف مش كونتي مش مورينيو مش آليكس فرغسون كيف انو ادمة ما في مثله حبوب ولذيذ وهيك يعني رايق مثلا الدكيه ذاك ذكرت ازعر يكون شوي بالملعب هو ديك هيك يعني طيب نروح دغري عانجلترا لانو ما قطعت معنا انجلترا اليوم بالمرحلة الماضية عملت انجازات يعني وصلت بفينال انا ما قادرت افهم لحد هلا مش قادر افهم كيف فريق تليين اللعب اروبي عقد يعني الا إسبانيا لانو ربوا بالفوتبول بصراحة بالماتش وخسروه ما بعرف كيف بالفينال بس مشكة إسبانيا الكبيرة هي أنه ما عندها مهاجم صريح. مثل مشكلة جوارديولا اللي حلاله هالسنة هالند. هالند صح. يعني لما إسبانيا بتجيب أفانسانت بهالمستوى بتربح كثير. لأنه عطيني وعطيني عطيني. بيفوتوا على القول وبيرجوا وبيجوا هيك وبعدنا عطيني. خيبتك حدا بتقلو يزين عطقلو يجب لك لقويل يغير لك اللعبة يفتح لك. هو مجرد ضغط لقدام بيفتح لك كل الأجنحة وكل شي. انت بالفوتبول عليك تنوع فوتبولك. مش تضلك نفس الشي. انت مضغوط تلعب بسيط طويل على الأجنحة. بتجرب تلعب وان تو بترجع. مش حالك بتعمل الضغط طبعك تيكي تاكا. ما قدرت بتشوت من برا. ما قدرت بترفع على اليمين وعلى الشمال. ما قدرت هوهن الفوتبول. عندك هو. مش كده الفرق تنفزهم. انتبه. مش بكل الفرق فيه تنفز هالفوتبول. فيه فوتبول ما بيع فيه لعبه إلا ضيق كتير. هيدا اللي بيزعجك مرات. وهيدا اللي بيخوفك شواء. واللي بيزعجك أكتر انه إسبانيا ما عندها شي. إسبانيا ربت إيطاليا بال قد ما لعبت عليه هون الفوتبول المنيح. بس تاليين كانوا روعة كفريق بالأيرو. اليورو. وربحوه. الإنجليز أول عشرين ديقة لعب ومنيح ربح سعب بانين ضاعه. ساوز جاي تضاع. معارف هي عملت بلاد سيئة. يعني مش واضح كل شي. ساكا هل عم يلعب روعة بالأرسنال. معارف يلعب هيك بالأيرو. يعني كل هودا نحن عم نعرف لاي عم بيصير معه هيك. وعنده إصابة ما فيه شك إنه منه هيك. ومنه بأحلى ما يمكن تشوفه. بس فريق إنجليزي دايما نوعا هنه بشوفه محظوظ شوية بالقرعة. منه صعب كتير مجموعته هلأ. كيف؟ وهيك بشوفه. بس يعني ممكن يوصل لمطارح. شو رأيك فنيا بالأغاني تبعية المونديال بقطر. هلأ أنا بشوف إنه ضايع القصص شوية. مش عم نعرف أيها الغنية الرسمية. يعني واحدة عملت وقت القرعة. وواحدة تانية عملت بواسطة شركة تانية بس بتحكي عن المونديال مع نجوم. وبالفرنسيوي وبالإنجليزي وبالعربي. وهلأ في واحدة تالتة الليلة ممكن أو بكرة. وفي واحدة رابعة مش واضحة. وفي ناس عاملة. ضايع القصص. أنا بهايك شي يعني حواليكي مارت النزل واندو سترس صارت غنية تاريخية. شاكيرة غنية واحدة. خلص بتنقي ستار واحد وخلصنا. مش هو هالخفقة هايدي بكل الإشياء. أنا هاي ما بحب التخبيص هالأدل. عنده بروموشنز وخبار وكذا وكذا. من دري شو يعني عشر أغاني عمني للمونديال. عشر. من قاله من شو كل شي كتر منه من المعنى قل يعني. ما ما قلوا معنى أنا من نسبيل هذا هذا وجهة نظر الفنية. أنا بشوف أنه الغنية اعتمدوا البدكنيها اعتمدوا بس غنية واحدة. ضايع القصص ومش عم نعرف أي المزبوطة. طيب شو رح يتغنى بالأوبنينج نايت بكرة. بس طيب عنا عارف. بعد الحد ما نعرف مين الموجود. ما يقال أنه رح يكون شو غير شكل. آه شي تاني بس المين اللي بنجم بعد مش عارفين. بعد محرين مش عارفين. بقى هون شواء انت بتقول إنه في شي بيدحك إنه ليش ما اعتمدوا عغنية واحدة. البدكنيها مش تلات أغنية اعتمدوا واحدة. اعتمدوا واحدة. وشو ما تغنوا بعدين صفلو. شي تاني. بس ما تعتمد على أغنية واحدة. هيك صار بالموديال 98 وهيك صار بال 2002 و2006 يعني كله اعتمدوا على أغنية واحدة. ما فينا نقضيها هيك. هذا رائع أنا شخصية. كلمة أخيرة. إن شاء الله يكون الموديال حلو. إن شاء الله يتصنى لها اللبنانية يكون عندهم كهرباء يقدروا يحضره. موضوع الكهرباء أنت مزبط أمورك رح تحضره للبيت عمل اشتراك كله مزبطه. هل اشتراك كلنا يعني تخيل اللبناني بيدفع كهربتين الكهرباء العادية وكهربة وبالزيادة هلأ صار بيجيب بطريقات وديجيب كمان سيستام سولير إنه طاقة شمسية لك أربع شغلات بتدفع اثنين ماي بتعبب الجمعة مرتين الخزين من ورا الكاميونات يعني شي بيدحك عن جد إنه ما استحينا بقى ما منستحي من حالنا لكن المسؤولين التوجه الحكي ما منستحي من حالنا بعدين شو بدأ نعمل يعني بقى إن شاء الله يقدروا يتمطعوا إنه يحضروا الموديال حتى منه في ناس رح يحضروا أكيد على التليفونات لأنه بيقدروا فيه كم مطرح بفرجوك ونطوشي وبدأ يتمنى عليهم إنه يحافظوا على روحهم الرياضية وحبهم مش إنه يصير عنده انتماء الحزب ينقلوا للفريق وصير قتيل بعض شوي ببعضهم ما بتحرز إنه الفوتبول منه إلا هي لعبة لبسط الناس وهي نوع من التسلي والترفيه وهي نوع من العالي من مستوى الفن والأدرانيين العالي وحرمين كمان لأنه يجول يجول مش باسكتبول الباسكت عظيمة وفي مثلها بس هي لعبة الشعبية الأولى بالعالم هي لعبة الفقر لعبة لك أنا كنا عندي شغلة الفوتبول هو مين أحلى شيء بيلعب عطيمة البلبنان لما كنا تتذكر أيام الحرب مثلا كانوا أقوى فريقان ثلاثة فيما بعد صار في عندك العهد وعندك فرق تانية دخلت على تذكر فيترة لضامنصور كان أحسن فريق اللعب فوتبول مستوى الفيزيك طبعه وطريقة فوتبول وغيره مختلف يعني بالمنطقة الشريكة عندك وطبعا أحلى فوتبول تقريبا على الأرض كأوروبا كان فترة التسعينات مع الهومانمن والهومانتمن لمن أجوا اللعيبة يلي هني علوا منتقب اللبناني بالفوتبول اللي هني خمسة ستة أرمن سوفيات كانوا أذا بتذكرهم ما نكعزب على بعضنا المستوى هون كان أعلى أعلى منا كلاعيبة مع الأنصار عملوا فريق والنجمة عملوا فريق روعة كمنتقب لبناني بتذكر قلبنا الإكوادور واحد سفر عيام تريورس هون عملنا هالفوتبول في فترة أنا كنت أسمع أنا وصغيرة بقم بقرأ للتشكيل الإدنية شو جايبين هون هون ثلاثة مسيحية هون ثلاثة إسلام هون واحد أرمن يزيل الأرمن ما فيه هايك بالفوتبول شو فرقاني معي إذا كانوا 11 شيعي 11 درزي 11 سنة أنا بدي الفوتبول أنا بدي فريق بدي قميسة هلأ اللي عم يلعب معي الفرنسي وهو عم بيقطع بيسألوا أنت مسيحية أو أنت سنة وشيع بستعرف كيف بده أقطع ما حدا سألين رح تأكل القتلة بعالم لبناني خلينا نكون هيك تفكيرنا بقى نحنا الفوتبول مش غلط هي فوتبول واني بييربع 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 بطريقة شديدة كان مناطق الناس اللي هي الشوارع بالضاحية ببرش حمود بترابلوس بمطارح مش حيربع مناطق اللي عندها رفيها والولادة بديوا يبعثوهم على الجامعات بره أنا هو الشباب هو بيهتم فيهم وبروح بجري بجري بيستكشف منهم حتى أقدر أعملهم حلم كبير مثل ما البسكت صارت حلم واقع لأنه أنتوان شواري حلم ونفز للأسف الفوتبول هو أصعب اللعبة من 22 لعيب ما فينا نظل نتفعلهم شي بسيط وزهيد ونستعملهم للسياسة أنه أنا بيجي على النجمة حتى أعمل حملة أنت خبيفة ما بعد أو الرياضة أو الحكمة بالبسكت أو بدنا نتخطى هالأمور بدنا نتخطى هالأمور بدنا نتخطى هالأمور بدنا نتخطى برياضة لها الشباب اللي هني بيرفعوا لنا راسنا وهيك عم يعملوا وإلهم حق واللي أحلى بيلعب مش اللي قام سيت مين هون لازم وط حتى ما فيه هيك ما فيه ستة وستة مكرر بكرها أنا هالفكرة مش فرقينة معي أنا لما نجيت شوي على الاتحاد كمستشار وجمنا ناس فرنسوية وقتا يدربوا معنا ها قوي شارع قلتلون عننا وعملنا مثل إذا بدك ميساق اسمه أو نادي لبنان يعني أنت معك نادي مش أنت معك مناطق أو أنا جاي أو أنا ما حطوني كابتن شيعي بفل أنت أنت معك لبناني القميس نحن بيهمنا منتقب لبنان أنا مسألين تعرف قديش حلو نحن عم نحضر البسكتبول هالولاد أنا دمعت وكلهم عارق عم بيعي طوله هيك بكل بالأشرفية شو بدك أكتر هالناس عندهم عندهم هالحرمان إنه هالبسكت وحدتهم حول بعضها ما بدنا نحن ما بقى بيهمني لا سياسة ولا بيهمني مسألين عنهم لأنه حدا بعملي شي بتشكرك وإن شاء الله تتابع مونديال مميز ويربح اللي بتحبه اللي بحبه لأنك بتحبه إن شاء الله بس أنا أنا بشوف صعب شوي للصراحة شكرا لحظ هالك اشتركوا في القناة